أهلا بكم مجموعة بريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أولى مؤتمر قمالها عام 2009 كان أعضاؤها الدول ذوات الاقتصادات الصعيدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم بريك أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها بريكس يعد الهدف الواضح لتأسيس مجموعة بريكس هو الحاجة إلى وجود صوت الاقتصادات الناشئة في المجتمع الدولي خاصة وأن المجموعة تشكل 41% من سكان العالم ويصل حجم الناتج الاقتصادية لدول بريكس ما يقرب من 18% من الناتج الاقتصادية في العالم كما يصل حجم التجارة الخارجية للمجموعة إلى 15% من حجم التجارة الخارجية العالمية وتكذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم أعقد التجمع الاقتصادي اجتماعات سنوية منذ عام 2009 بشكل متواصل في الدول الأعضاء مع تنوبها على استضافة الاجتماعات فقبل انضمام جنوب أفريقيا عقدت قمة لمجموعة بريك عام 2009 و2010 وعقدت قمة بريكس الأولى بعد انضمام جنوب أفريقيا في عام 2011 فيما تم عقد قمة بريكس العاشرة الأخيرة في جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا عام 2018 أما في عام 2013 أنشأت الصين البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأطلقت مبادرة الحزام والطريق واقترح التوسيع البريكس وإنشاء بريكس بلوس التي من المحتمل أن تصبح الصين رائدة فيها وتعمل المجموعة على تحقيق أربعة أهداف أولها خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية وثانيها إنهاء سياسة القطب الأحدي وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية والعالمية وثالثها إيجاد بديلا فعالا وحقيقيا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأخرها تحقيق تكامل نقطدي وسيسي وجيوسياسي بين الدول الخمسة تسعى دول بريكس إلى إطلاق نظام الدفع لمجموعة بريكس ليكون بديلا لنظام سوفت الأمريكي ووضع أنظمة الدفع والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واعتماد نظام الدفع متعدد الأطراف ومتعدد الجنسيات وهو ما من شأنه توفير قدر أكبر من الاستقلالية وخلق ضمانة أكيدة لبريكس دول بريكس أكثر تطورا في المجال الاقتصادي وهذا الأمر يدعمه عدد من النقاط منها أن برازيل من أكثر دول المزود للمواد الخام وروسيا مصدر عالمي للتاقة والغاز أما الهند فهي مصدر مهم للتكنولوجيا المعلومات أما الصين فلها موقع انتاجي وديمغرافية متقدم ومتطور وجنوب أفريقيا هي منطقة تعدينا مهمة عالميا وموقع استراتيجي عالميا أيضا بإشرافها على المحيطين الهندي والأطلنطي معنا دول البريكس لا يشملها تحالف سياسي إلى أنها تنصق فيما بينها لتأثير في الاتفاقيات التجارية الأساسية فلديها القدرة على تشكيل التكتلن اقتصادي قوي خارج إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جي 7